اشتركوا في القناة استعراض آخر المستجدات والتطورات في القطاع الصناعي خلال عام 2023 وخلال الفعالية أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة بمملكة البحرين والذي يعتبر قطاع الصناعة أحدها إلى جانب تقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع واستدامته من جانبه قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة عرضا تضمن أبرز الأحصائيات المتعلقة بقطاع الصناعة خلال عام 2023 والتي أظهرت نموا إيجابيا مشيرا إلى أهم الحوافز والممكنات التي عملت وزارة الصناعة والتجارة على اطلاقها بحسب استراتيجية قطاع الصناعة 2022 و2026 مستعرضا أهم فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية وصناعات الطاقة المتجددة والبتروكيمويات التحويلية والألمنيوم التحويلية والصناعات الغذائية وصناعات أشباه الموصلات هذا وجرى خلال الفعالية عرض تفاصيل برنامج تعزيز التصنيع المستدام واسم المصنع الأخضر بشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن مناقشة دليل الاستثمار الصناعي تصنيع والذي يعتبر المرجع الأول للاستثمار الصناعي في المملكة بالإضافة إلى استعراض آلية التقييم المستحدثة لطلبات تخصيص القسائم الصناعية كما شهدت الفعالية تخريج الدفعة الأولى المكونة من عشرين فردا ممن أتموا ساعات التدريب المطلوبة لاعتمادهم كمقيمين لمبادرة المصانع الذكية الهدفة إلى دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين هذه خطوة من الخطوات الكثيرة التي نتشاور مع الحكومة من خلال الغرفة واللجان المشتركة مع جميع الوزارات ولكن بالأخص وزارة الصناعة والتجارة معنية مع الغرفة ونحن نشوف هناك تطور كبير وتجاوب كبير من كثير من الأمور والمقترحات التي تصير من القطاع الخاص إلى الوزارة ونحن نتمنى إن شاء الله نشوف أشيء أكثر هذا طبعا راح يرتقي ويرفع من مستوى تنافسية المصانع البحرينية طبعا اليوم تم استعراض أبرز المستجدات في المبادرات والممكنات التي تم الإعلان عنها خلال العام 2023 والتي تضمن مستجدات مبادرة المصانع الذكية برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل وأيضا تفاصيل برنامج تعزيز المستدام واسم المصنع الأخضر وأطلاق أيضا دليل الاستثمار الصناعي لحضابي مباركة من مجلس وزراء الموقع ضمن فعالية اليوم من التمكين إلى التكامل الصناعي طبعا وضمن مبادرة المصانع الذكية الحمد لله خرجنا اليوم أول دفعة من المقيمين المعتمدين لمؤشر جاهزية المصانع الذكية وعددهم 20 بحريني هذه المقيمين إن شاء الله راح يكونون مقيمين معتمدين للمصانع يقيمونهم مدى جاهزيتهم للثور الصناعي الرابعة ومدى تطبيق الأنظمة وترابط الأنظمة في هذه المصانع يكون التقييم على 16 بعد ويكون التقييم من صفر للأنظمة اليدوية إلى خمسة وهي الأنظمة المتطورة والذكية والتي تستبق أيضا الأحداث بالتنبؤ لعمليات المصنع والأشياء اللي يحتاجها المصنع طبعا صادرات البحرين هي الجهب المعنية بمملكة البحرين بدعم التوسع العالمي للشركات البحرينية سعيدين جدا في هذه الشراكة في مبادرة وسم المصنع الأخضر اللي بتدعم مخططات وستراتيجيات صادرات البحرين بمساعدة الشركات الوطنية للتوسع على النطاق عالمي تماشيا مع استراتيجية مملكة البحرين للاستدامة والتزامها بتحقيق الحياة الصفري في 2060 جاءت هذه المبادرة بالتعاون بين بنك البحرين الوطني وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع الصناعي وقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومساندته في تحقيق التصنيع الأخضر والحقيقة يسعدنا اليوم أن يكون بنك البحرين الوطني الموول الحصري لهذه المبادرة ونتطلع للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص والعام لتحقيق مبادرات الاستدامة نحن اليوم سعيدين بمشاركتنا كشرك استراتيجي لمبادرات وزارة الصناعة والتجارة بدعم الوسم المصنع الأخضر كبي اي بي اف معهن البحرين دراسات المصنعية المالية سيقدم الدعم للمؤسسات الحاصلة على الوسم المصنع الأخضر لتدريب وتمكين كفاءات والمهارات الموجودة داخل المصانع لدعم مبادئ الاستدامة وتحقيق معايير الـ ESG أو أنظمة الحكمة البيئية والاجتماعية وحكمة الشركات تقوم مجموعة جي فتش المالية بتشغيل ثلاثة خطوط أعمال رئيسية واصل كل منها تقديم أداء ومساهمات جيدة خلال الربع الأخير ما أدى إلى دعم النمو في صاف أرباح المجموعة لعام 2023 بأكمله ففي إدارة الاستثمار خلال الربع الأخير من عام 2023 نجحت جي فتش بارتنرز منصة الاستثمار العقاري العالمي للمجموعة في إطلاق ثالث محفظة للعيادات الطبية بالولايات المتحدة على المستثمرين وتخارجت من أول محفظة متنوعة لسكن الطلاب بالولايات المتحدة والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021 ما أدى إلى تحقيق معدل عائد الاستثمار قدره 10.14% للمستثمرين في الصندوق بعد فترة استثمار مدتها سنتان بالإضافة إلى ذلك أغلقت المجموعة ثلاثة استثمارات استراتيجية في المملكة العربية السعودية شاملت معاملتين جديدتين من خلال منصتها الإقليمية الرائدة للرعاية الصحية هيليان التي استحوذت على حصة قدرها 70% في مجمع طبي رائد في الرياض وحصة ملكية بنسبة 60% في أحدى المستشفيات الرائدة في السوق بالمنطقة الجنوبية أما المعاملة الثالثة فكانت الاستحواذ على شركة رائدة في مجال الخدمات الغذائية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وخلال الربع الأخير نجحت المجموعة أيضا في التخرج الجزئي من استثمارات خاصة بها في البحرين لصالح شركاء استراتيجيين بما في ذلك فندق ومنتجع العرين بارك وفي الصرفة التجارية حققت الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة خليجي بانك ربحا صافيا قدره 24 مليون دولار أمريكي إلى مساهمية المصرف للسنة المالية المنتهية في الحادي وثلاثين من شهر ديسمبر سنة 2023 وبشكل إيجابي تم تسجيل زيادة في الدخل قبل العائد لأصحاب حسابات الاستثمار ليصل إلى 234 مليون و130 ألف دولار أمريكي خلال عام 2023 أما في الخزينة والاستثمارات الخاصة ظل الأداء جيدا خلال الربع مع المساهمات المستمرة في الدخل وكان الأداء الإيجابي نتيجة الإرادات الاستثمارية الدورية ومكاسب السوق إلى السوق وفيما يخص الحوكم البيئية والاستثمارات وحوكمة الشركات شملت المبادئات الرئيسية للمجموعة خلال الربع الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر 2023 والاستثمارات في قطاع الصحة والأثر الاجتماعي والاستثمار في الرياضة والشراكات ذات الصلة شكرا للمشاهدة